أنهت البرصة المصرية عملات جلسة اليوم على تراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بدغوط مبيعات من المتعاملين الأجانب وسط أحجام تداول منخفضة وخسر رأس المال السوقي 666 مليون جنيه لغلق عند مستوى 747 مليار و 798 مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 18% لغلق عند مستوى 11527 نقطة كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 38% لغلق عند مستوى 2147 نقطة وهبط مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 26% لغلق عند مستوى 3176 نقطة وللمزيد من المتابعة والتحليل تنضم إلينا عبر الهاتف خبيرة أسواق المال عسمة ياسين في البداية ما رؤيتك لأداء البورصة خلال اليوم؟ مساء الكير يا فندم أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين الحقيقة أن النهاردة الجلسة كانت فيها بعض التراجع كانت الأول بدأة بداية إيجابية في أول الجلسة كانت عندنا مؤشرات الرئاسية والأسهم القيادية كلها كانت على حرب إيجابية لكن لازال ينقصنا سيولة قوية أنها تدخل في المؤشرات أنها تقدر تحركنا لمسادفاتنا الأعلى طبعا حدثك عرف أننا لسا مبارح بس منتهيين من الطرح الجديد ماكرو جروبي هذا يعتبر أول طرح موجود عندنا خلال عام 2022 هذا طرح أول مثل بالزبط A-Finance حقيقة أن الطرح كان ناجح وتغطأ مئة واثنين مئة واثنين مرة خلال التعملات خاصة الأفراد التي كانت خمسة في المئة النهار ده كان أول يوم بعد التخفيص الذي تم عندنا المؤشر الرئيسي أثر على 11.527 ما أقدرش أقولك أن هذا ترغوى قوي بل بالعكس أنه جاني أرباح صحي ومع إن حسار السيولة أنا ما شفتش فيه كسر من مناطق دعم رئيسية بل بالعكس أنه نقدر نقول أننا لسا في مرحلة على مستوى الأسهم القيادية ككل لسا في أخبار إيجابية موجودة على مختلف القطاعات اللي بتأثر على حركة التدور في السوق المصري عندنا المؤشر السبعين برضو شهد بعض الترجعات الطفيفة نقدر نقول ليسا الترجعات مش بالشكل القوي لكن نقدر نقول إحنا بنحصل للترجعات أكتر في القطاع العقاري هو اللي فيه بعد زيادة رسمية في بعضها من الأسهم فهذه اللي بتخلي بعض المستثمين يعزفوا على إن الدخول سهولة جديدة داخل هذا القطاع خلال هذه الفترة طيب بالنسبة لحدك رؤيتك ما أبرز القطاعات الرابحة خلال التعاملات وأسباب الصعود طبعا من وجهة نظرك وأيضا كمان القطاعات المتراجعة إيه أسباب التراجع النهاردة زي ما قلت حاراتك بالنسبة للقطاعات المتراجعة على رأسهم كان عندي قطاع العقاري قطاع الساكني مفيش عندي تسليم أحداث الأيام دي حدا قلت العقاري كان مرتفع لا أنا بتكلم على القطاعك كل لا الحركة نفسها مش بنحق مناطق مستويات شراء أعلى من المناطق اللي فاتت أحنا نقول أنه هو مرتفع لأحجام التداول لكن عندي قطاع التكنولوجي هو بيعتبر هو القائد النهاردة وراهيك على طول قطاع البنكي بقيادة البنك التجاري التوري بدأ إحقق الواسي تجميع قوي وبدأ أنه بيستعد أنه يبتدي يجرب على مستويات مقاومة جديدة كمان ما ندرش ننسى القطاع الاتصالات برضو في حركة إيجابية جدا وفي قوة شرائية بنشر في باينباور قوي على الأسهم القيادية خلال الأسبوع باقي الأسبوع المتبقي غدا وبعد غدا توقعاتك للسوق خلال الجلسات القادمة أعايزين أن ننتبه لقطاع المواد الرئيسية في عندنا تغيير سعر العملة عالميا بيأثر على المواد بتاعتنا وبيأثر كمان على الأسهم الشغلة في الغاز والبترول فهذا بيأثر عليها وبيدي إيجابية شوية على حركة الأسهم في عندنا برضو القطاع التكنولوجي لسه يستمر برضو في الحركة السعرية الصعادة ولذلك طبعا إحنا على آخر الأسبوع نحن نستقبل وفد الجديد في قطاع الرعيات الطبية هو ماكرو جروب وده بيدي حركة إيجابية على القطاع ككل خلال هذه الفترة ممكن نحن نفكر فيه متجرات سريعة خلال هذه الفترة هتحقق لأنها هي مش رابح مرضي بإذن الله للمستثمين إن شاء الله المؤشرات الرئاسية خلال الأسبوع إحنا عندنا مستوى المقاومة بالنسبة للمؤشر الرئيسي 11700 سبات فوق منطقة 11700 ده كتبين محتاج شوية باور هنشوفه دوت هيكون مرقبتنا على التجاري الدولي السويدي اللي هي الأسوى مقاومة موجودة في المؤشر الرئيسي بالنسبة للمؤشر السبعين إحنا عندنا منطقة 2100 كويس إن إحنا مش قادرين يكترها بيحترم مستويات الدعم فيها بل بالعكس بيجد عند كل ما بيجرب بيقرم المستوى دعم بيلاقي فيه مشتري بيقدر يدفعه تاني إن هو يرجع تاني يحاول يجرب على مستويات المقاومة ده اللي بيدينا إشارة بأن المؤشرات عموما خلال الأسبوع ده وكمان قد نقول كمان خلي نظرات التفاقلية خلال الشهر هتكون الحرب إيجابية إن شاء الله بشكر حديك شكرا جزيلا خبيرة أسواق المال أسمة ياسين كنت معنا عبر الهاتف ترجمة نانسي قنقر